مكملين في ملف الحكام لأن واضح كده أن فيه توجه معي وإحنا تكلمنا في الجزئية دي كتير ففاكرين كده حلقة من الحلقات عتاك للسبوع اللي فات عرضنا اللقطات وعدنا نعد مع بعض كده أخطاء الحكام المؤسرة المؤسرة في اتجاه النادي الأهلي كم خطأ دلوقتي زادوا فنفكر بعض تاني بقى نعد مع بعض تاني هنفضل كده لغاية لما نشوف الحكام هيعملوا إيه نشوف في اتحاد الكرة هتصرف الملف ده ازاي فتعالوا نبتدي بأول ماتش خالص ماتش المقصة ياريت تعرض لنا يا بيبو الخطأ اللي كان في ماتش المقصة وإهو كان الحكم إبراهيم نوري دي وكان حكم الفار برضو للأسف اللي لغى الكرة دي هدف اهو بلغى نرجع بقى باللقطة ارجع كده باللقطة يا بيبو افصيد دي ولا مش افصيد ها اتلاجت على أساس ايه هل مشكلة في تكنية الفار تبحلوها في مشكلة في الفار حلوها طب بلاش المشكلة تكون في الجهاز نفسه لا المشكلة في حكام الفار علموهم لو مشكلة في الحكام نفسهم بتوع غرفة الفار علموهم يا جماعة ادهم كرسات مكسفة عشان ما يعوش في أخطاء كاريسية زي دي ادي اول خطأ تعالوا لخطأ التاني يعني عايزين نمشي من ايه من القديم للجديد من القديم للجديد الخطأ التاني كان في مبارات ودي دجلة تمام وكان خطأ واضح جدا ضرب الجزاء لأحمد رمضان بيكا ما تحسبتش المدافع الراجل أكساندر جاكبسون ده أكساندر لعب ودي دجلة أمير عادل شد أحمد رمضان بيكا من ايده وقعه الحاكم ما حسباش وكمان ما رجعش للفار وهو حتى لو رجع للفار مش هتتحسب حتى لو رجع للفار مش هتتحسب ماشي تعالوا بقى المباراة اللي بعديها ادي كده خطأين لحد دولها تعد معي وركز معي تعالوا المباراة اللي بعديها مباراة سيراميكا كيلو باتر كان الحاكم محمد يوسف هو حاكم محلي مش دولي القرى دي قالك ايه قالك افسايد طب افسايد ازاي طب ايه الامارة يا عم طب يا حللنا القصة قللنا ايه السبب فين الافسايد ما فيش افسايد طب ما اصلحنا رجعنا للفار طب هو الفار يا جماعة جاي عشان يعالج عشان يحاول يخلي فيه عدالة نسبية مش حاول عدالة كاملة ولا عشان يعمل أخطاء زاي دي الأخطاء مش من الفار نفسه الأخطاء من الحكام نفسهم محتاجين تدريب وتعليم كتير جدا إلا إذا إلا إذا فيه اتجاه معين وأنا مصمم مع الكلمة دي إلا إذا فيه اتجاه معين الهاتل اللقطة يا بيبه بعد إزن واضح إن الموضوع فيه إن أهي أهي بص الرجل رجله فين؟ الرجل اللي هناك ده اللي فوق ده تمام؟ الرجلهم غطية خالص محمد شريف محمد شريف كمل الكرة تردت حطها كهربا جول كمل كمل يا بيبه حلو فقدي خطأ تالت مؤسر خلي بالك أنا كده جاي بالأخطاء المؤسرة اللي عطلت الأهلي فموضوع غريب وخطأ بتاع نبارح برضو نعرضه تاني خلينا نعرضه خطأ بتاع نبارح في مبارات البنك الأهلي خطأ واضح جدا كرة ضربت جزاء عفوا كرة جول الكرة جول وتم إلغاء الهدف بحجة بحجة أن أيمن أشرف عمل فاول مع المدافع طب فين الفاول بقاه؟ يعني بص المدافع وقف يا بيبه وقف يا بيبه معلش ارجع 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 وايمن بيشوت الكرة بالماغ بص ايوة هنا هنا بص بقى بص بص المدافع عطاقت محمد بنك دي لعب البنك الأهلي هو الكرة تردت من العرضه أيمن أشرف وقف مستعد دهو امشي بقى واحدة واحدة بص المدافع راح حط جسمه قدام مين؟ قدام أيمن أشرف يعني هي لو مش جون تتحسب ضرب الجزاء لأيمن أشرف بص هو اللي عطى لأيمن أشرف ومع ذلك ومع ذلك الكرة دخلت جون والحاكم ما حسبهاش فالموضوع بقى غريب كده بقى إنه كم خطأ يا جماعة في سبعة مطشات كم خطأ مؤثر خلى النادي الأهلي يفقد أربع نقاط في الدوري والمنافسة السنة دي صعبة إحنا بس نعرف نعمله وهي الحركة بتاعت الفاردي بنعرف نعملها قوي بنعرف نرسم الرسمة كده على الهواء شاطرين قوي فيها هتالي كده تاني ونبا بيبقى يعني أنت ممكن تعرف تعمل كده حلو قاول لكن تاخد القرار الصح لا مش عارف مش عارف تاخد القرار الصح ليه لأي أنت مش ملم بالبنود أو باللوايح أو بالقوانين بتاعت اللعبة أو بكيفية استخدام تقنية الفار هي اللقطة دي إحنا بنعرف نعملها قوي بنعرف نرسمها كويس جدا شاطرين قوي الحركة دي بغض النظر على حاكم كامل احترام التقدير ليه طبعا يعني كامل احترام التقدير ليه لكن ابتكالي نحن نعرف نعمل كده حلو قوي زي فول لكن ناخد القرار الصح لا ما نعرفش احنا فالحين بس في الحركة دي طب يا جماعة مالفار ها نعمل الحركة دي ده مطلوب بس هما نروح نرجع للفار نتأكد الكرة صح ولا غلط الكرة جون ولا مش جون ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء هما الفار موجود ليه الفار موجود ليه طيب أخيرا بقى أخيرا عشان في الملف ده لو دلوقتي فيه اتجاه لو دلوقتي فيه اتجاه عند المسؤولين عن الكرة في اتحاد الكرة تحديدا ان هما يسندوا نادي بعينه او يقفوا جنب نادي بعينه يفوقوه عنده خلل اداري عنده مشكلة معينة عايزين يسندوه يفوقوه ما عنديش مشكلة بس مش على حساب الاهل ما تحولش ان انت تسند وتعليف نادي بعينه على حساب النادي الاهل ما تحولش ان انت تبين ان النادي ده وقف على رجله على حساب النادي الزمالك لا يوجد مشكلة نفسنا كل البطولة السنة دي صعبة جدا النادي الزمالك لأول مرة من سلمات عديدة يبقى ماشي نقطة بنقطة مع النادي الزمالك ومنافسة محترمة وحاجة جيدة جدا وكامل الاحترام والتقدير لنادي كبير وعظيم زي نادي الزمالك لكن احنا عايزين عدالة بس مش اكتر احنا عايزين عدالة